طبعا مشاهدين للتعليق على هذا للإجابة حقيقة على هذا السؤال ورحب بضيفي وضيفكم أستاذ حسين بهادي مستشار مواقع التواصل الاجتماعية وكذلك المحل الرقمي أستاذ حسين مساء الخير مساء النوع كنت تقول لي نذكر في البداية نذكر في البداية نعم كنت أود يا حقيقة نذكر في البداية اللي هي إيجابيات قنوات التواصل الاجتماعي لأنه دائما عندما نذكر مثلا قنوات التواصل الاجتماعي يكون فيها ربطها مباشرة بالأمور السلبية صح حقيقة مثل ما تعرفون قنوات التواصل الاجتماعي لها استخدمات كثيرة الإيجابية منها والسلبية الإيجابية حقيقة كثيرة جدا يستفيد منها القطاعات المختلفة سواء كانت حكومية أو خاصة أو حتى على مستوى الأفراد صح يعني على سبيل المثال مثلا ممكنها تستخدم في زيادة معدل الوعي للخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية أو مثلا في تحويل العميل المحتمل إلى عميل حقيقي بالنسبة للقطاع الخاص لزيادة مبيعات أيضا في عملية المحافظة على العمل في ظل وجود المنافسين الكثر على قنوات التواصل الاجتماعي حتى الأفراد يعني وجدوا لهم متنفس يعني لما يجي الفرد يتحدث مع مسؤول أو يتحدث مع شخص تابع لوزارة معينة ويسأل بدون عناء الذهاب أو الابتصال يجد الإجابة في دقائق فهي فعلا يعني إحنا حقيقة هذه نقطة لازم نعرج عليها ونتكلم عنها للمواقع التواصل الاجتماعي لها إيجابيات كثيرة على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص أو حتى الأفراد في التقرير أستاذ حسين إحنا شاهدنا ويعني نقطة مهمة بصراحة أغلب من تحدث مع مراسلنا قال إيش؟ قال أنه لا أنا لا أستقي الأخبار ولا أخذ الأخبار إلا من المواقع ذات المصداقية العالية مثل الصحف والقنوات سمعناها وشفناها في التقرير والمشاهدين كذلك شافوها طيب إذا كانت هذه صحيحة والكل يقوم بنفس هذه العملية الشائعات ليش تنتشر؟ جميل إذا كانوا الأشخاص يبحثون فعلا على المواقع الرسمية صحيح للأمانة شائعة مازالت موجودة وبشكل يومي طيب الآن بالنسبة لموضوع الشائعات على قنوات التواصل الاجتماعي هي الشائعات حقيقة والأخبار المكذوبة والتلاعب في الصورة هذا موجود منذ الأزل قبل ظهور قنوات التواصل الاجتماعي أيضا تلاعب في الصور كان موجود قبل وجود البرامج الخاصة في الصور لكن الذي تغير في الموضوع الآن في المجتمع تغير استخدام الفرد أصبح هو منتج للمحتوى بعد ما كان في السابق في السابق كنا متلقين فقط الآن أصبح منتج للمحتوى وأصبح متاح للجميع عملية النشر فلذلك استخداماتهم للأسف ما زلنا بحاجة إلى توعية كبيرة جدا بالنسبة لإستخدام قنوات التواصل الاجتماعي خلينا أذكر لك أنه الآن أمثلة أو أرقام حتى نعرف لماذا هذه الشائعات ولماذا قنوات التواصل الاجتماعي يعني هيئة الاتصالات قبل فترة ذكروا بأن عدد المستخدمين الإنترنت 22 مليون مستخدم يعني عدد كبير جداً 86% منهم موجودين على قنوات التواصل الاجتماعي يعني بمعدل تقريباً نتكلم في 18 مليون وتسعمائة ألف عدد كبير جداً وبمتوسط ثلاث ساعات ونصف اليوم يعني تخيل العدل الكبير هذا موجود على قنوات التواصل الاجتماعي كبير الأرقام اللي ظهرت سرسين تتكلم عن أنه إحنا الأبرز ما شاء الله تبارك الله في مشاهدة المقاطع على اليوتيوب صحيح نحن نقضي ساعات في اليوتيوب ألا إحنا الأبرز في التغريد عالمياً صحيح هذه أرقام كبيرة صح مخيفة وأيضاً في استخدام اليوتيوب يعني السعودي هي تقريب الرقم واحد في استخدام اليوتيوب صحيح يعني حتى لما نرجع الآن للمنصات نفسها تويتر وفيسبوك والانستغرام نجد أنه يعني خلال دقيقة من خلال تويتر يتم نشر 448 ألف تغريدة من خلال انستغرام 65 ألف صورة الواتساب اللي هي تعتبر واحدة من قنوات التواصل الاجتماعي رقم كبير جداً 29 مليون رسالة خلال دقيقة واحدة يعني هذه كلها عوامل أكيد إلا ما رح تظهر فئة تقوم بنشر الشائعات للأمانة في عندنا تقريباً أكثر من فئة في فئة خلينا نسميهم أصحاب النواية الطيبة أي هذول اللي بس ينشرون وفقط لدي نعم هذا ينشر بهدف يعني ياخذ السبق إذا سمع خبر معين ينشر من خلال حسابه في حال أنه إذا ضربت معه وكان الخبر صحيح ممكن أن الناس تابعوا زيادة نعم تابعه زيادة ويصبحه مصد الرسمي نشوفه كثير في القضايا الرياضية يعني لما ينشر مثلاً تعاقد أنديا معينة مع العيبين وكذا في الفئة الثانية وهي الأخضر حقيقة اللي ممكن نسميهم أصحاب نظرية المؤامرة هذا هو عبارة عن هجوم من خارج المملكة على المجتمع السعودي طبعاً في الفترة الأخيرة كانوا متقصدين بشكل كبير منصة تويتر لأن المجتمع السعودي موجود بشكل كبير على تويتر وهي تعتبر تقريباً المنصة الرسمية الأولى في السعودية فللأسف ما زال الناس تنجرف وراء هذه الوسوم اللي توصل للترند مع أنه مصادرها أصلاً مصادر يعني نعم أنا ممكن أذكر لكم مثال لأن في كل فترة للأمانة أقوم بعملية تحليل على الوسوم هذه أشوف مصادرها من وين بالضبط أعطينا مثال قبل فترة صدر وسم وكان في ترند يمكن على تقريباً يومين أو ثلاثة أيام اللي هو أطرد اليمنين من السعودية كان الهدف منه إثارة الفتنة في المجتمع فعلاً إن جرفوا ناس يعني بعدد كبير حقيقة وكان فيها يعني يقذفوا سب وشتم يعني بشكل عجيب طبعاً كان الهدف منه هو خلق الضغينة لما تتبعت الموضوع هذا يعني لم أكن أتوقع أنه يكون من داخل السعودية أبداً وفعلاً يعني طلع الوسوم هذا تابع لفئة موجودة في اليمن تابع للحثيين من أتباع حزب الله بعد ما صدرت التغريدات هذه حصل على الدعم من حسابات موجودة في لبنان فهنا تفاعل المجتمع السعودي وكان هذا هو هدفهم أنهم يدخلون هالناس ويقحمونهم ويخلقون بينهم فتن وضغينة فدائماً يعني نقول لابد أن الناس تتوعي يعني مو شرط أنا أي هاشتاغ أشوف ترند أقوم أشارك فيه حتى لو المشاركة إيجابية لا تشارك صحيح لأن المشاركة تطلعوا ترند هذه نقطة مهمة تجنب ولا تشارك صد حسين بس لأنه باقيني دقيقة أنا ودي أنه يعني نحط حد للشائعات كيف نحط حد للشائعات كفرد لا أشارك ولا إيش إيش الطريقة نبغى نصايح سمت ممتاز بالنسبة للشائعات الحل النهاية حقيقة أن أولاً لا يستعجل في عملية النشر ودائماً يشكك في أي معلومة شكك في أي معلومة حتى تثبت أو لا تثبت صح طبعاً فيه تقنيات هم ممكن يستخدمونها أنا للأمان أحب أن المشاهدين أيضاً يستفيدوا منها في عملية تتحقق من صحة الصورة أهلية إشاعة أو أنها حقيقة يعني فيه مثلاً عندنا فيه خدمة موجودة في جوجل اسمها جوجل إيميج هذه الخدمة عندما تضع الصورة فيها تعطيك تاريخ هذه الصورة ومصدرها المواقع التي تم تداولها فأنت من خلالها تستطيع تقييم إذا كانت فعلاً هذه الصورة إشاعة أو حقيقة أيضاً بالنسبة للفيديو منظمة العفو الدولية أنشأت أداة من خلالها تستطيع معرفة تاريخ الفيديو متى أنشئ حتى اللوكيشن من وين أنشئ لأنه في بعضهم مثلاً يطلع لك خبر يقول لك خبر عاجل إطلاق نار في المكان الفلاني ويضع فيديو وهذا فيديو كل حالة نعم لما تتأكد من الفيديو تجد أنه من موقع آخر فهنا أكيد أن الخبر بيكون كاذب أو إشاعة جميل أستاذ حسين أنا متأكد أنه حتى أستاذ المشاهدين يستمتعوا معاك بإذن الواحد إلى أحد رح نتحدث أكثر في حلقات قادمة بس عذرني الوقت داهمنا فيعطيك العافية على حضورك الله يعافيك وعلى مشاركتك اللي قدمتها كذلك النصائح اللي قدمتها أعطيك ألف آفية الله يعافيك شكراً جزيلاً شكراً مقدر مشاهدينه كذا وصلنا إلى نهاية جولتنا وحلقتنا لهذا اليوم ألقاكم غداً بمشيئة الله عز وجل دمتم بحفظ الله ورعايته إلى اللقاء شكراً للمشاهدة